السلام عليكم يا أصحاب ينتظر اللاعبين وصول فرنتين القريب في 16 أغسطس القادم ومن المتوقع أنتظر هذه الشخصيات في الإصدار 4.0 تشير التسريبات الأخيرة إلى أن جانشا قد تغير قريقتها المعتادة وقد لا يكون هناك بانر للأركن في 4.0 ومع ذلك فقد وفرت التحديثات الجديدة رؤية حول بانرات 4.1 ومن المحتمل أن تحصل رايدن شوغن أخينا على إعادة في هذا الإصدار تشير التسريبات أيضا إلى إدخال شخصيتان جديدة من فئة 5 نجوم أول شخصية سوف يتتواجد في البانر المؤقت يمكن أن تكون أن يفليت رئيس المحكمة في فونتاين يشاع أنه يملك عنصر الماء ويحمل سيف سقيل يمكن أيضا نزول شخصية روسيل وسوف يمتلك عنصر السلج من فئة 5 نجوم مما يجعله أول شخصية ذكر من فئة 5 نجوم لعنصره في جانشين إمباكت على الرغم من أن سلاحه لا يزال غير مؤكد إلا أن التوقعات تشير إلى أنه يمكن أن يكون مستخدما لرمح أو كتاب لسوء الحظ لا توجد معلومات متاحة حاليا حول الشخصيات الأربع نجوم ولكن من المفترض أن تصبح شارلوت وهي تمتلك عنصر السلج من فئة 4 نجوم قابلة للعب أيضا في الإصدار 4.1 بالإضافة إلى ذلك تشير الشائعات إلى أنه لن يتم إصدار أي شخصية أنسة جديدة من فئة 5 نجوم حتى الإصدار 4.2 والتي يبدو أنها استراتيجية غريبة من جانشين إذن ما هي شخصية فنتين التي تتحمس لها أكثر أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك يا صديقي في القناة سلام